السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين وبعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات أحبة الكرام إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها إلا أن أعلاها خدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير هو شمس ضحاها وبد رد جاها ولملاء وشرف كل علم بشرف موضوعه وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة لصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن الليلة بتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء الثامن والستين بعد الثلاثمائة من لقاءات التفسير ومع اللقاء الثاني والسبعين من لقاءات تفسيرنا لصورة النساء وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول رب الأرض والسماء إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضه ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا في مقابل هذه الصورة القاتمة لأولئك الكافرين الذين كفروا برب العالمين وكفروا برسله وبرسالات التي نزلت عليهم في مقابل هذا يذكر الحق تبارك وتعالى الصورة المشرقة الوضيئة المضيئة لأولئك المؤمنين الصادقين الذين آمنوا بالله جل وعلا وحده وآمنوا برسله صلوات الله عليهم أجمعين ولن يفرقوا بين أحد منهم فقال سبحانه في الآية الثانية والخمسين بعد المياه من آية صورة النساء قال سبحانه والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما هؤلاء السعداء الكرماء هم المؤمنون من أمة إمام الأنبياء وسيد الأصياء الأتقياء صلى الله عليه وسلم هم الذين آمنوا بالله جل وعلا وآمنوا بكل كتاب أنزل وبكل رسول أرسل وقد شهد الله تبارك وتعالى لهم بذلك في آخر سورة البقرة فقال سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه انظروا إلى هذه الشهادة وهي شهادة رب العالمين لأولئك المؤمنين الصادقين وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هؤلاء الأوفياء السعداء قد آمنوا بالله جل وعلا وآمنوا برسله صلوات الله عليهم أجمعين ولم يفرقوا بين أحد منهم في أصل الإيمان بهم جميعا وقد ذكرتم في اللقاء الماضي أن الكفر برسول واحد إنما هو كفر بجميع الأنبياء والمرسلين فهؤلاء المؤمنون آمنوا بالله وبجميع رسله وأنبيائه وبكل الكتب التي نزلت على الرسل والأنبياء ولم يفرقوا بين أحد من الرسل والأنبياء في أصل الإيمان بهم جميعا ولم يقولوا كما قال أولئك المخذولون لم يقولوا نؤمنوا ببعض ونكفروا ببعض كلا وإنما آمنوا بهم جميعا فيبشرهم ربهم سبحانه بهذه البشرى العظيمة فيقولوا جل وعلا أولئك سوف يؤتيهم أجورهم أولئك هكذا بصغة الإشارة للبعيد تعظيما لشأنهم ورفعة لقدرهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم أي جزاء إيمانهم بالله جل وعلا وبجميع أنبيائه ورسله وبجميع كتبه وكذلك سيؤتيهم أجورهم جزاء أعمالهم وانتبه لقوله تعالى أولئك سوف يؤتيهم الإتيان بسوف لتأكيد الموعود الإتيان بسوف لتأكيد الموعود الذي هو إيتاء الأجور وللدلالة على أن ذلك كائن لا محالة ثم ختم الحق تبارك وتعالى الآية الكريمة بقوله وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما فتفضل عليهم بالثواب وتفضل عليهم بالأجور التي لا أعلمها إلا العزيز الغفور ثم أخبرهم جل وعلا بعد كل ذلك بأنه يتجاوز عن سيئتهم ويسطر عيوبهم ويغفر ذنوبهم ويرحمهم ويعاملهم بإحسانه ولطفه سبحانه والجميل واللطيف أنه سبحانه وتعالى سمى ثواب أعمالهم أجورا هذا ثواب ما قدموه فسماه ربنا جل وعلا أجورا تكرما منه وفضلا وكأن العاملين لأنفسهم لأننا نعمل لأنفسنا فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين المذنبين المقصرين كلا فكأن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أولئك الذين عملوا من أجل أنفسهم بالأجر وكأنهم إذا أنهوا أعمالهم أو فاهم أجورهم ضروا إلى هذا الفضل مع أن هذا الثواب إنما هو محض فضل الله فهو الذي وفقهم ابتداء للعمل وهو الذي أعانهم على هذا العمل وهو الذي تقبل منهم هذا العمل وهو الذي يثيبهم هذه الأجور العظيمة على هذا العمل الذي يعملوه من أجل أنفسهم من أجل أنفسهم نعم فالله جل وعلا غني عن العالمين ولله ذر إمام بن القيم إذ يقول ما للعباد عليه حق واجب ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشاني هو الذي أوجب على ذاته وليس من حق أي أحد أن يوجب عليه جل وعلا شيئا هو صاحب الفضل وولي المن والعطاء يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشاني إن عذبوا فبعدله أو دعموا فبفضله والفضل للرحمن فالفضل ابتداء وانتهاء له جل وعلا ولي المن وصاحب الفضل والعطاء ثم بعد ذلك تنتقل الآيات للحديث مرة أخرى عن أهل الكتاب وعن تعنتهم وسوء أدبهم مع أنبياء الله ورسله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فيقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبين ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا الآية 153 و 154 من آيات صورة النساء انظروا إلى هذه الجهالة وإلى هذا التعنت بل وإلى هذه الوقاحة إذ قال اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام وهم أهل لجج وخصومة وتعنت وعناد وكبر قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن كنت رسولا من عند الله فأتنا بكتاب من السماء جملة واحدة ينزل عليك دفعة واحدة كما جاء موسى بالألواح بشرط أن نرى تنزل هذا الكتاب عليك حين يتنزل يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فلا تعجب ليس هذا بمستغرب منهم ولا تستكفر هذا عليهم فقد سأل أباؤهم الأولون نبيهم الكليم العظيم موسى عليه الصلاة والسلام سألوه أكبر من ذلك وهؤلاء أبناؤهم الذين معك في المدينة إنما هم على ضرب أسلافهم وعلى معتقد أبائهم وعلى مذهب وطريقة في التعنت والجدال واللجاج أولئك أي أباؤهم قد سألوا نبي الله موسى أكبر من ذلك فقالوا له أرن الله جاهرة إن كنت رسول الله حقا ومرسلا من عنده أرن الله جاهرة جرأة شديدة وما قدر الله حق قدره وقالوا لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لن نؤمن لك حتى نرى الله رأي العين نرى الله عيانا لا يحجب عنه ولا شك أن سؤال هؤلاء لموسى عليه الصلاة والسلام رؤية الله تبارك وتعالى جهرة أكبر وأشنع وأعظم من أن يسأل أبناؤهم معك يا رسول الله في المدينة أن تنزل عليهم كتابا من السماء هذه أخف من طلب هؤلاء الأوائل هؤلاء الذين قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام أرن الله جاهرة أبناؤهم في المدينة الذين يطلبون من رسول إلي أن ينزل عليهم كتابا من السماء على نفس طريقة ومنهج أبائهم هم أخفوا وطأه وسؤالهم أخفوا من سؤالي أولئك السابقين فلقد سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم كتابا من السماء يرونه 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 بأعينهم وإن كان كل من السؤالين أقصد سؤال أبائهم الأولين لنبي الله موسى أن يريهم الله جارة وأقصد سؤال أولئك مع سيد المرسلين أن ينزل عليهم كتابا من السماء السؤالان يدلان على تعنّة القوم بل وجهلهم وعنادهم فلقد راهوا من المعجزات والآيات الواضحات والبراهين البينات الصاطعات على صدق رسالة موسى عليه الصلاة والسلام ما يجعلهم يذعنون للحق ويسجدون لله الواحد الذي لا شريك له وهم في الوقت ذاته يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنه نبي المرسل بل وكانوا استفتحون به قبل أن يبعث ويعلمونه من كتبهم كما قال ربنا جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لاكتبون الحق وهم يعلمون إذن هم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام وليس الهدف من سؤالهم طلب الحق والاهتداء إليه لا هم لا يسألون من أجل هذا لا هؤلاء ولا أسلفهم وإنما الهدف التعجيز والمراوغة ولا ينتظر أبدا من هؤلاء أن يجيب داعي الحق حتى وإن أجيب إلى ما سألوه لا ينتظر من هؤلاء أن يجيب داعي الحق حتى وإن أجيب إلى ما سألوه أبدا وقد قال ربنا تبارك وتعالى ذلك تنبروا معي هذه الآتة العظيمة في صورة الأنعام يقول ربنا جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لا إله إلا الله آية جميلة وانتبه إلى أن الذي يحدثك بهذا رب العالمين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاص فلمسوا الذين كفروا أي أمسكوه بأيديهم ورأوه بعينهم سيقولون في هذه اللحظة إن هذا إلا سحر مبين كما طلبوا من سيد النبيين آية يرون بعينهم وحددوها وطلبوا من رسول الله أن يشق لهم القمر نصفين في كفر السماء فسأل نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ذلك فانشق له القمر بأمر الله سبحانه الذي يدبر أمر الكون ويحكم الكون اقتربت الساعة وانشق القمر فلما رأوا الآية بأعينهم ما زادهم إلا عراضة وما زادهم إلا كفرا وعنادة فقالوا صحرنا محمد أو صحر أعيننا محمد فجعلنا نرى القمر قد انشق إلى نصفين فطلبوهم هذا ليس من أجل الهداية بل ولن يهتدوا إذا أجيبوا إلى ما طلبوا بل طلبوهم هذا سواء أن يروا ربهم جل وعلا جهره أو أن ينزل عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم كتابا من السماء طلبوا هؤلاء وأولئك إنما هو دليل جهل ودليل كفر وعناد بالله سبحانه وتعالى ولذلك عاقبهم الله جل وعلا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم أي بسبب ظلمهم وطغيانهم وبغيهم والصاعقة نار نزلت عليهم من السماء ومنهم من يقول بل الصاعقة يراد بها الموت أماتهم الله جل وعلا جميعا بسبب ظلمهم وبغيهم وتعنتهم مع رسل الله وأنبيائه فلم يصدقوا نبي الله موسى ولم يصدقوا رسولنا صلى الله عليه وسلم وما قدر الله جل وعلا حق قدره فبعد كل ما رأوا من آيات ومعجزات اتخذوا العجلة إلها من دون الله سبحانه وتعالى من بعد ما جاءته البينات التي تدل على وحدانية رب الأرض والسماوات وألوهيته والتي تدل دلالة دامغة على صدق رسول الله موسى الذي أيده ربنا جل وعلا بكل هذه المعجزات وآتاه سلطانا مبينة أي حجة بالغة واضحة بعد كل ذلك أقول اتخذوا العجلة إلها قال سبحانه ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات لا حول لا قتل إلا بالله ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينة لا حول لا قتل إلا بالله بعد ما رأوا هذه الآيات والمعجزات والحجج الواضحات والبراهين الدامغات والعلامات الصاطعات على عظمة رب الأرض والسماوات وعلى قدرته وعلى ألوهيته وعلى صدق رسالة عبده ورسوله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام بعد ما رأوا على يديه كل هذه المعجزات والآيات من اليد يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء والعصى التي يلقيها فتتحول إلى حية ضخمة تلقف تلقف ما يفكون من السحر والكذب والباطل وفلق البحر أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم كذلك آية عظيمة أخرى ألا وهي السنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ثم رفع فوق رؤوسهم جبل الطور كأنه ظله ثم إحياء الموتى نعم إحياء الموتى والقصة مشهورة في صورة البقرة فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم ما ياتي لعلكم تعقلون بل وكذلك رأوا بيعينهم آية الطمس على الأموال من الدراهم والدننير فمحيت آثارها تماما بل ومن أهل العلم من قال وتحولت الدراهم إلى حجارة إن آية واحدة من هذه الآيات ومعجزة واحدة من هذه المعجزات لكافية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد لتؤكد له بصورة له مضى فيها ولا شك فيها أبدا عظمة الله وقدرة الله وجلال الله وصدق رسوله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لكن القوم في منتهى الغلظة والقسوة والشدة فقلوبهم أقسى من الحجارة ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ولا حول ولا قتل إلا بالله فراحوا بعد كل هذه الآيات والمعجزات ليصنعوا عجلا من حليهم ثم يتخذونه إلها من دون الله جل وعلا إن الله وإن إليه راجعون يصنعون عجلا بأيديهم ثم يتخذونه إلها من دون الله بعد كل هذه الآيات لتعلم فضل الله عليك أيها الموحد لرب الأرض والسماوات ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وأنت قد نشأت في بيت وحد الله فوحدت الله جل علاه إنها نعمة عظيمة قد لا يستشعر جلالها وقدرها كثير من الناس الآن بعد كل هذه الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة راحوا فصنعوا عجلا ذهبيا واتخذوه إلها فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى إن الله وإن إليه راجعون ومع ذلك لما تابوا إلى الله من هذا الجرم البشع بل من أعظم جرم يرتكب على وجه الأرض ألوى الكفر بالله وصرف العبادة لغيره ومع ذلك عفى الله عنه فعفونا عن ذلك بعد كل هذا وهؤلاء أبناؤهم في المدينة النبوية من اليهود الذين أطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء يرونه بعينهم لا أطلبون أيضا ذلك إلا من باب العناد والتعنت والجدال فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل على موسى الكتاب وأيده بكل هذا القدر الكبير الذي لا أعلم له نظيرا من المعجزات والدلالات والآيات والبرهين الساطعات على نبوته ومع ذلك كفروا وعبدوا العجلة من دون الله جل وعلا فهم مجبولون على اللجاج والتعنت والعناد فنجى الله موسى ومن آمن معه ونصروا عليهم وأيده وعظم شأنه وأعلى قدره وأمره وأخذ خصومه وأعداءه فقال سبحانه في هذه الآية الجليلة وآتينا موسى سلطانا مبينا حجة واضحة وبينه وبعد كل ذلك أعطوا المثاق أن يرجعوا إلى دينهم وأن يقبلوا شريعة التوراة التي جاء بها نبي الله موسى لكنهم لم يصدقوا فهموا بالرجوع ونقض هذا المثاق فجاء ماذا التهديد من الملك العزيز الحميد فرفع الله جبل الطور فوق روسيم كأنه ظل كأنه ظل ليرتدعوا ليرتدعوا وليخجلوا فقال سبحانه ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا تعالوا بنا لنتوقف عند هذه الآية الرابعة والخمسين بعد المياه لنطوف معا في مستني معانيها اليانع انقدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله سبحانه وأسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق وأن يعلمنا مراده من كتابه ومن كلامه وأن يعلمنا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وقوله وفعله وحاله وأن يقر عيننا بنصرة الإسلام يعز المسلمين وبنصرة أهلنا وإخواننا المستضعفين المظلومين على أرض غزة وفلسطين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته